نفس بقى الغلطة اللي عملناها هنا عملناها برضو في امام عشور امبارح قبل ما نطلع على الهواء كلمنا للبع يا خالد رزقز منا المرسلنا في كودفور يا خالد روح للبعثة شوف المتخصصين اصابة امام ايه قال لنا امام 24 ساعة تحت الملاحظة والنهاردة اللي هو الخميس هيتم البد فيه امكانية مشاركته في لقاء القنغة ام لا فطلعنا قندر حضراتكم الكلام ده وإحنا على الهواء بعدها بربع ساعة المسؤولين في اتحاد الكرة طلعوا قالوا يا جماعة فيه بروتوكول علاجي اللي بيصبر تجاه في المخ لازم يقعد ست يام يطبع عليه برنامج علاجي ومش هيرفع يشارك في ماتش الكونغ يوم الحد طب هو البروتوكول العلاجي ده ظهر في الربع ساعة دي يعني استحدثوه الدكاترة في العالم عملوا مؤتمر طبي وطلعوا البروتوكول ده فجأة كده في الربع ساعة دي طب ما قلتوش لي الرد اللي جيل خالد فقال هلنا احنا ما كناش عايزين نقلق للناس قلتم يعني مش عايزين تقلق للناس الناس هتعرف هتعرف ما انت لازم تقول عشان ما تقلقش الناس قلهم المعلومة المزبوطة ما تقول لهمش معلومة مش مزبوطة وبعاكات تقول لهم معلومة تانية مزبوطة ده اللي يقلق لهم يقلق الناس اكتر قلهم من الاول امام وصيب بارتجاج لازم يقعد 24 سنة تحت الملاحظة بروتوكول الارتجاج بيقول كذا كذا وده اللي هيحصل في الاخر ما انت هتقوله هتقوله ليه ناخر بقى ليه نستنى فنعمل لغطه وحكاياته وده يقوله وده يقوله ده اجتهد ما نقول من الاول ما انت انا اللي بيغزني في الموضوع ان انت كده كده هتقول يعني مثلا مش لو استنيت في حاجة هتتغير مش لو استنيت الارتجاج هيبقى اصدع هيبقى خبطة في رجليت لو اتمح وكده كده هو الارتجاج وهو البروتوكول وهو ده اللي هيتقل في الاخر طب ما نقوله من الاول زي بالزبط شوف دول الواقعتين السلبيتين شوف قدامهم بقى الواقعة الايجابية بتاعت الشناوي الشناوي خلع في الكتف برا البطولة مضوع خلص خلص خلاص كان بس عندنا ملاحظة ان انت تقول لنا هيغيب قدية عشان نطمن الناس لكن كاجراء انت اجزمت خلاص الشناوي برا البطولة عشان هيعمل عملية وعنده خلع في الكتف مضوع خلص فالناس عرفت فهمت ايقانت ان اه لا خلاص الشناوي لازم يسافر عشان ايه لا هيعمل عملية لو كانت اصابته ينفع تتعالج وهو موجود في البطولة كنا هنقول كده خلاص طالما ينفع يتعالجه خلاص يقعد مع لعبته مع معسكره مع لعبته زي اللي ما قلنا نفس القياس بنفس المصرعة صلاح بس لان هو كان لازم يمشي عشان يعمل عملية لا طبعا طير خلاص فالناس ما بقاش فيه لغط فرجاءنا جماع رجاءا دي امور ادارية بتلاتة عريفة قصما بالله العلي العظيم بتلاتة عريفة في اي مؤسسة او منشاقة ادارية فكرة التواصل الصحيح السليم بالمعلومة الدقيقة الصحيحة ولو ما عندكش المعلومة الدقيقة والصحيحة قول يا جماعة ده حتى الان كذا بكرا هنقولكو الصحيح محدش ينو عليك لكن ما تقولناش معلومة وترجع تغيرها لان في الاول و في الاخر احنا مش بندجر يا جماعة احنا بناخد المعلومة من مصدر المرسوق الرسمي عشان نقدر نقولها لحضراتكو خاصة لما يكون معلومة تخصصية يعني معلومة طبية مثلا مش هينفع روح اسأل فيها حد مش هخش على اي محرك بحث اجيب المعلومة اقول للتجاجة دي واطلع تخه قدام حضراتكو ما لازم اسأل الدكتور ولازم اسأل الدكتور اللي ماسك الحالة اللي هو في حالتنا منتخب مصر فرجاء ان الاخر في منتخب مصر الامور الادارية دي لو احسننا التعامل والتصرف معاها هنتلافق الكثير والكثير والكثير من الامور اللي بتسبب لغط وشحن وازمات مفيش اي لزمة ولا فايدة منها